مرال أكشنير أو المرأة الحديدية كما توصف في تركيا هذه المرأة تقف بقوة في مواجهة الرئيس إردوان خلال الانتخابات المقبلة يراهن على أكشنير الكثير من اليسار والمحافظين والقوميين الأتراك في خلق نموذج لبرالي جديد يواجه سيطرة الإسلام السياسي في تركيا ممثلا بحزب العدالة والتنمية الحاكم كما تقول المعارضة هي قومية يمينية وترفض التقارب مع الأكراد كما ترفض بشدة النظام الرئاسي الذي يريده إردوان وتتعهد بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تملك مرال أكشنير تجربة جديدة من خلال إنشاء حزب الخير الجديد ولأول مرة تجد نفسها أمام امتحان حقيقي لأن أطراف كثيرة تعاول عليها وهي تركز كثيرا على استمالة شبان في وعودها الانتخابية ولديها مواقف تختلف جذريا عن الحزب الحاكم في السياسات الداخلية والخارجية مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة هو أيضا مرشح لا يستهان به في المنافسة على الرئاسة إنجة القيادي البارز في أكبر أحزاب المعارضة يرفض النظام الرئاسي ويتعهد بالعودة إلى النظام البرلماني حال فوزه بالانتخابات كما يتعهد هو الآخر بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بعد حل أزمة بلادهم سلميا ويرى ضرورة تحسين علاقات تركيا مع كل دول الدوار يلتزم كما يقول بالمحافظة على الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة يتعهد بإلغاء حالة الطوارئ فورا إذا فاز بالانتخابات ويركز كثيرا على الحريات وحقوق الإنسان وانتقاد الإجراءات التي تتخذها الحكومة خاصة ما يتعلق منها بعمليات الفصل والاعتقالات الكبيرة وينتقد كذلك ما يصفه بالتراجع الاقتصادي وانهيار الليرة ويحمل مسؤولية ذلك للحزب الحاكم والرئيس إردوغان أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فيهدف من هذه الانتخابات إلى بدء التطبيق الفعلي للنظام الرئاسي في البلاد الذي سيضع كل الصلاحيات في يد الرئيس ويتعهد بالاستمرار في السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها حزبه الحاكم مؤخرا ويؤكد بأنه ماض في إجراءات محاربة حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وخارجها وكذلك في محاربة جماعة فتح الله قلان التي يتهمها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية يتحصن بإنجازات حزبه الاقتصادية ويقول إنه سيقضي بعد الانتخابات على كل المؤامرات التي تستهدف البلاد عدد المرشحين الكبير من طرف المعارضة قد يعزز حسب مراقبين من فرص حسم إردوغان الانتخابات في الجولة الأولى بسبب تشتيت أصوات المعارضين فيما يرى آخرون أنه ربما يقود إلى جولة ثانية وحينها قد توحد المعارضة أصواتها على المرشح المعارض المتبقي لجولة الثانية وعندها سيكون منافسا قويا لإردوغان على مصبحات الحرة إسطنبول